على طول الناس ايش معنى صلاح اللي يخرج من المنتخب ايش معنى صلاح يعني اللي تريحه ايش معنى صلاح اللي بيمشي كلامه على المنتخب يعني هو صلاح أقوى من حسام حسن وبعدين تم حسام حسن قبل كده اعلمان ساعة كاسة وامرف كده قالك انا ماينفعش محمد صلاح يخرج ولو خرج مايرجعش بص على طول مقارنات طيب احنا عادة في رقم عشرة بنعمل ايه بنشوف هل احنا بنخترع ولا ده الطبيعي والمنطقة بص يا سيدي النهاردة سبحان الله النهاردة في نفس اليوم في فوت ميركاتو واحد من المواقع الشهيرة جدا في كرة القدم تحديدا الصحفي سانتي اونا واحد من الصحفين الرياضين الكبار في العالم قالك ايه بقى قالك ان كيليا نينبابيه ابلغ المنتخب الفرنسي بانه عايز يلعب المطشاط المهمة بس في 2025 ليه علشان هو خايف يتعرض لإصابات وده يقلل فرصه في التتويق بالكرة الزهبية ده مين؟ كيليا نينبابيه وفرنسا بيلعب في اليوم مدريد حكاية كريستيانو النالدو واحد من اساطير كرة القدم على مر التاريخ في 2019 قالها بشكل صريح انه بيفضل انه يلعب المطشاط الكبيرة بس مع منتخب البرتغال وشايف ان ده حقه لان تركيزه هيكون اكبر وهيقدر يعمل تأثير اكبر في المباريات الكبيرة بس مؤخرا من ساعات فندايك بعد ما اضطرد في مباراة هولندا وي المجر ترى قال تصريح وطني جميل لذيذ حلو قوي قال لك انا رغم الطرد مش هاعتذر او مش هغادر المعسكر عشان حفز زمالي وافضل موجود معاهم وكن داعم ليهم بعدها بساعات اعلن ليفربول انه كده فندايك راجع مع محمد صلاح ده معسكر ليفربول راجع راجع عادي جدا والجهاز الفني المنتخب ولان دا تفهم بص يا جماعة اللعبة كبيرة في العالم بيتم التعامل معا كده هتقول لي يعني على رأسهم ريشة لا خالص مش كده لو مباراة انت محتاجوا فيها وما لقتوش شكرا لا دا مش عايزين نشوفه تاني دا ايه منتخب في العالم طب لو اولا مش محتاجك ايه مش مش يعني مش عايز اخطى اللفظ مناسب مش يعني لو انا بقى رخيم عليكم خلاص اهو دا اللفظ اللي اتلعوا خلاص اللقاء تعالى لا مش كده يا جماعة صلاح اولا يتقدم في العمر راجل كل خطوة لي دلوقتي بحرص شديد يعني اموره البدنية وانه يتجنب الإصابات وانه يحاول يشتغل بشغل علمي كويس وانه الحقم للبدن في عدد مباريات معينة المبارزة ان جيل الصناعة دي مش هينفع لعب فيها عشان لو تصبت او حصل لي مشكلة ممكن اغيب كتير عشان دلوقتي في سن ما يسمحش ان انا نرجع بسرعة ولو تصبت إصابة لقدر الله كبيرة ممكن دا الكرير كله ينتهي ساعتها هيخسر هو مع او خليها الاول مع منتخب بلاده ومنتخب بلاده يخسر غيابه ويخسر مع فريقه ونخسر مسيرة لعب مهم نتعامل بزكاء وبهدوء في مثل هذه الامور هتقول ليش معنى برضو صلاح اقولك عشان صلاح مفيش زيه في منتخب مصر اه مفيش زيه وما كانش عندنا صلاح قبل كده اساسا يعني ولا دلوقتي عندنا نعيبة عظيمة رائعة هيلة كلهم كلهم تريزي جيه ومرموش وزيزو ومرونا عطية ومنع كلهم ناس عظيمة مش بقال من حد بس صلاح لا في حتة الواحدة واكيد يا فنحافظ عليه دي حكا يا ترجمة نانسي قنقر